برايس وديسي لن يعود إلى هولندا من عطلة لم تتم إلى جزيرة بال الأندونيسية فعائلة برايس تنتظر عودة جثته وجثة صديقته من أوكرانيا إلى منزل العائلة في مدينة روتردام الهولندية لتنظيم جنازة تليق بهما أريد من الجميع أن يعملوا ما بوسعهم لإعادة كل الجثث في أسرع وقت ممكن فقد صرى لها مرمية هناك لثلاثة أو أربعة أيام عندما أكون في سريري في الليل أرى ابني ممددا على الأرض أرى ديسي أرى برايس أرى هم في مخيلتي يجب أن يعود ليس هما فقط بل الجميع إلا أن عودة كافة جثث ضحايا الطائرة الماليزية المنكوبة وغالبيتهم من هولندا لم تتأكد بعد وضعت الجثث في أكياس بلاستيكية وحملت داخل هذه البرادات الأربعة التي تشكل عربات قطار الشحن هذا الذي ينتظر أوامر الانطلاق أعتقد أن القطار سيغادر غدا نحن ننتظر العثور على كافة الجثث لكي نرسلها إلى ذوي ضحايا فحينما يتم تجميعها سيغادر القطار إلا أن تراشق الاتهامات بين الكثير من الأطراف المعنية بشأن المسئولية عن الحادث ربما غطت على جهود البحث عن الجثث وإعادتها إلى ذوي الضحايا فالولايات المتحدة صعدت من لهجتها الاتهامية ضد موسكو وراح مسؤولها يتحدثون عما يعتبرونه أدلة دامغة تثبت تورط الروس بالحادث هناك كم هائل من الأدلة التي تتراكم وتحتاج روسيا لتبريرها نحن لا نقوم باستنتاج نهائي هنا ولكن هناك الكثير مما يشير إلى مسؤولية روسيا عن الحادث روسيا ردت بلسان رئيسها فلاديمير بوتين الذي تعهد بالتعاون مع قادة العالم لإجراء تحقيق شامل ونزيه يفضي إلى إجلاء الحقيقة نستطيع القول بثقة إنه لو لم يتجدد القتال شرقي أوكرانيا في الثامن والعشرين من الشهر الماضي لما كانت قد وقعت هذه المأساة وفي الوقت ذاته لا أحد لديه الحق باستخدام هذه المأساة لتحقيق أهدافه السياسية الأنانية فمثل هذه الأحداث يجب أن لا تقسم الشعوب بل يجب أن توحدها أما كييف التي اتهمت مراراً الانفصاليين الموالين لموسكو بالعبث بمسرح الحادث فأعلنت أنها أفرجت عما قالت إنها تسجيلات لمحادثات هاتفية بين مسلحين متمردين يناقشون مكان وجود الصندوقين الأسودين للطائرة المتمردون ردوا بدورهم مؤكدين أنهم بالفعل عثروا على الصندوقين الأسودين وهم بصدد تسليمهما إلى المنظمة الدولية للطيران المدني أمر لم تستطع بعثة مراقب منظمة الأمن والتعاون في أوروبا تأكيده وفي ظل الاتهامات والاتهامات المتبادلة والتعقيدات التي تحيط بمسرح الحادث تزداد المخاوف والشكوك بشأن قرب معرفة الحقيقة وراء تحطم الطائرة الماليزية MH17 ضاحي حسن بي بي سي ترجمة نانسي قنقر